من جانبه أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري والأمراض المعدية بلمستشفى العسكري أكد على أهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والشعور بالمسؤولية للتصدي لهذه الجائحة بالإضافة إلى أهمية أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا الذي أثبت فعاليته في ببلكة البحرين أنا أتوقع ما في بيت في البحرين ما لاحظ الزيادة المخيفة في الحالات القائمة اللي وصلنا فيها أكثر من عشر تالاف حالة قائمة إلى الآن كما ذكرنا في المؤتمرات السابقة وخص بالتحديد المؤتمر السابق بأن نسبة 80% وأكثر من الحالات اليومية ومن ضمنها الحالات القائمة هي ضمن من الفيروس المتحور اللي شرحنا من أكثر من مرة إنه الفيروس المنتشر عالميا وليس في البحرين فقط واللي كان أكثر انتشارا بين جميع الأعمار لا يفرق ما بين صغير ولا كبير في السن الزيادة المتصاعدة في أعداد الحالات القائمة تجعلنا أمام تحدي جديد وهو أهمية العمل على العودة إلى المعدلات الآمنة للحالات القائمة كما كانت في الشهور السابقة وصدقوني نقدر نرجحها وأهم وسيلة تحقيق هذا التصدي هو فقط الالتزام والشعور بالمسؤولية وترك الباقي لفريق البحرين لعمل ما يتطلب منهم إحصائيات مملكة البحرين بيّنت بأن نسبة 99.2% من الحالات القائمة الآن لأشخاص لم يأخذوا التطعيم 99.2% من الحالات اللي تشوفونها لأشخاص لم يأخذوا التطعيم بالمقابل أقل من 1% 0.8% من الحالات القائمة المصابة بفيروس الكورونا هم للأشخاص اللي أخذوا التطعيم ترجمة نانسي قنقر